موسيقى مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي الكناط الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من كلام في الميديا حلقات الفترة دي في الحقيقة غاية في الأهمية اللي احنا بنتكلم في أيام حاسمة في مشوار النادي الأهلي الأفريكي طبعا أيام مهمة جدا جدا وأهم يوم بإذن الله تعالى هيكون يوم السبت القادم بالتحديد ساعة 9 مساء ومبارات الأهلي والهلال السوداني ومترقبين ومنتظرين هذه المبارات فارغ الصبر ومنتظرين كمان تأهل نادي الأهلي الدور الثمانية تفاصيل كتيرة جدا وأخبار عديدة بخصوص مبارات الأهلي والسودان واستعدادات فريق النادي الأهلي تحديدا بخلاف طبعا بعض الأخبار العالمية والمحلية اللي معانا على مدار حلقة اليوم دف حالتنا النهاردة في الحقيقة دف مميز جدا وهو ناقد الرياضي رئيسة أحرير موقع يلا كورا الأستاذ كريم سعيد وحيكون معنا في الجزء الثاني من حلقة اليوم خليه في البداية أشوف أهم عنوان الحلقة يلا بنا السفير المصري بالخرطوم تأمين كامل لبعثة الأهلي في السودان الشنوي جاهز لمبارات الهلال موسيقى تحسن حالة رمضان الصبحي واللعب يقترب من المشاركة في مبارات السودان موسيقى الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا موسيقى موسيقى طيب بصراحة يعني من مبارح كده كلام بخصوص ايه؟ بخصوص يعني بعض الفيديوهات اللي على السوشيال ميديا وكلام ان دي حرب مش مبارات كورا وبعض الجماهير هم كلها قليلة جدا جدا من جمهور الهلال يعني في الحقيقة وخلينا بس في البداية كده عشان السورة تبقى واضحة للناس كلها كل الاحترام والتقدير لجمهور نادي الهلال لمسؤولي نادي الهلال للعلاقات الكبيرة والوطيدة بين شعبية مصر والهلال أو الشعب السودان وده أمر مفروغ من أمر حتمي ما فيوش كلام ما فيوش نقاش فيش أي واحد أو أكتر من واحد حتى يضرور ان هم يحاولوا يبوزوا العلاقة دي أو يحاولوا يقللوا من العلاقات القوائمة من مصر السودان أنا في البداية قبل ما اصطفيد في الحديث خلينا نروح سريعا لأستاذ محمد الجزولي صحف السوداني نضمننا على الهاتف عشان نتكلم معاه بخصوص استعدادات الهلال واستعدادات السودان لاستضافة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية وموراة اللي جاية بالتحديد أستاذ محمد أهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتك يعني كلام كتير بالتحديد الساعات اللي سابقة وخصوص بعض الفيديوهات اللي كانت بتنزل لبعض الجماهير وكيفية استقبال النادي الأهلي هناك وان الموراة دي انتوا مش هتخرجوا منها غير مش عارف ازاي والهلال حيكسب بأي طريقة من الطرق والفيديوهات اللي بتعمل إصارة وبتحاول تخلي الموراة دي توديها في تجاه حرب مش موراة قورة رأيك ايه؟ المحضور طبعا مصابية من بعض المشجعين طبعا بيك عارض المشجعين المباراة يعني مباراة كبيرة بيك هلال والأحل ترفعوا بيكوك هم تواضعين هم عن الجماديون شخيقين لا يمكن أن تؤثر فيما يؤثر في علاقات ما يقال في مواقع صوات الاجتماعي ممكن أي واحد يكسبه في النهاية الجمهور يعبرناك في النهاية ما حيثه في خير تأثير سالد في العلاقة بين النبيين المباراة ما ما ماشي حاجة إيس ما باقي يكسب البنعة في الملعب أفضل وصف تحكير عادل هو اللي يكسب الموضوع كله ما عنده علاقة بالأحلي هذا الاستجاج فارس وطريق على الحكم والمقدس رضوعا جيد عن كل موضوع على الحكم يجعل أهل على الحكم يعني ليه دائما يعني ده بخصوص ملف الحكم ده بخصوص ملف الحكم كان فيه اعتراد رسمي من قبل إدارة الهلال السوداني في بيان رسمي مباراة بالليل بخصوص حكم المباراة لكن بخصوص العلاقات أنا بالتحديد عايز أتكلم على علاقات ما بين جماهير الأهلي والهلال السوداني العلاقات ما بين الشعب المصر للشعب السوداني قبل المباراة مهمة زي دي طبعا هي مباراة حاسمة في كرة القدم مباراة حاسمة في بطول الدوري أطال أفريقيا لكن تبقى العلاقات كما هي علاقات وطيدة بين الشعبين مباراة بجيزة لكن علاقة الجلال والأحلي والجماهير والتحديد حراغة أزلية وأطوية علاقة الثقاء لن تأثر فيها مباراة مكانة يعني المباراة في النهاية لا تخرج من ثلاثة أو تعادل وخزيمة النهاية يعني أنت ما تكون تحت يعني يعني ما تكون تحديد ما تكون ترهاب إلى فرصة القدم يعني ما تكون تأثر في فرصة بجيزة أيها مباراة سورية وحاكمة اللي أهلي يحتاجين لنصفة بشيزة ويدعادل وشيزة بلعب بفرصة واحدة يعني بيكون المباراة دائما صديرة يعني عليها يعني عليها دائما استمام جماهيري حتى يعني هاتف نسبحة الشحلة كهو وعطاثر استمام حتى متجعي الأهلي وستجعي الهلاس باخل وستجعي الزمار وستجعي المريخ يعني يعني حكاوة ساعتين زيادة الظهار على الكلام طيب قبل ما أتكلم معك فنيا بالشكل أكبر في المواراة عايزة تطمن على الجوانب الأمنية هناك في السودان والأوضاع هناك وكيف سيتم استقبال النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يومي الخميس القادم لا لا إطمئين تماما أوضاع السودان قام مستقبل ميليا نيا أهلي حياجز استخدام وحطاوة ترحاب من السودان إذا تعرف أنه جمهور الظلال إنه يشجع الأهلي أصغر من تكره الأهلي يعني المراشم يتابع مباراة أهلي يشجع وحج الأهلي ما يحدث المباراة بإذن الله أنباد وأشتقاء يعني ما تتعرف فيها مجرد تنافس لكن علاقة أجلية قوية للأهلي حيجي ترحاب وإستقبال وضع الأمن مستقيم ترحاب يعني ما محتاج حتى لتأمين يعني يعني ينظر الأهل يعني يعني هلان هيتولى تأمين بإستقبال يعني يعني ما في حاجة حتكون تتعطر أو تؤثر على الأهل قبل المباراة كويس ده أمر كويس وأكيد نادي الأهلي متطمن جدا وهو في بلده الثاني السودان وفي مباراة مهمة جدا طبق المباراة داخل الأرض الملعب في التسعين دقيقة الأفضل هو اللي يكسر وبإذن الله الأفضل يكون النادي الأهلي يعني لكن في كل الأحوال عايز أتكلم معك شوية من المباراة زيان طبعا تمام أكيد حقك عايز أتكلم معك بخصوص المباراة بقى من الجانب الفني واستعدادات الهلال هناك لها زي المباراة وانت ونوجة نظرك شايفها زي طبعا هلان طبعا حتى اللعبة حيجي الدعم معنوي في استمان جماهير علامي وزيز الإدارة على عالم الكبارات رئيس النادي السيد رفا الكاردنال لأذكر مسجد هلال مهتم بهذه المباراة المهمة المطيرية الحاسمة إنه هلال يزع يستهدف من هذه المباراة الانتصار وتآخر هل هي مفاجأة بالنسبة للمتابعين وجماهير الهلال تحديدا هناك في السودان المستويات اللي بيقدمها الهلال في دور المجمعات خصوصا في ظل تعاقب الأجهزة الفنية وعدم الاستقرار الفني بالنسبة للفريق هل هي الدمور كان بي يعني هلال كان بي إن كان إنه هازم مباراة الأهلي هتكون مباراة عادية جدا مباراة موردية لكن للأكف الشديد أفضل مباراة لأيبا هي الخفيرة خفاري عفو مباراة إذا انتصر كان يعني حافظ على انتصار المجمع الساحلي وعلى قراءة عجلي إنه كانت مباراة تحتكون مباراة ودأ نتمنى كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله في مباراة كنا قوية ومميزة بين فريقين عريقين في القرى الأفريقية الأهلي المصري والهلال السوداني أستاذ محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة كان معنا الأستاذ محمد الغزولي صحفي السوداني واتكلمنا بالتحديد بخصوص الوضع هناك في السودان وكيف سيتم استقبال إن هذه الأهلية جماعة الأمور ماشية بشكل كويس جدا مش عايزين نحن بقى نشتت نفسنا أصل الأوضاع أصل الفيديوهات اللي بتنزل على السوشيال ميديا التسخين اللي بيحصل من بعض الجماهير الكلام ده بيبقى خارج الملعب دايما الأفضل في الملعب هو اللي حيكسب بإذن الله تعالى لكن خليها طبعا نحرك بشكل أكبر شوية السفير المصري في السودان بعد تواصل مع الكابتن محمود الخطيب أو كابتن محمود الخطيب طبعا تواصل معه بخصوص الجانب الأمني في السودان وقال إن طبعا السفير المصري الأستاذ حسان عيسى قال إن تم القبض على مصير الفتنة اللي سجله فيديوهات تهديد للأهل وإن الحرص شديد جدا مع علاقات الأخوية مع مصر السفير كمان طمن الكابتن محمود الخطيب على توفر التأمين الكامل لبعثة الأهل في السودان للقاء فريق الهلال ويأكد في اتصال مع الكابتن محمود الخطيب إنه أجرى اتصالات مع كل الجهات الحكومية السودانية ويأكدت إن بعثة الأهل مؤمنة تماما فخلاص ما تقلقوش يا جماعة وفي الآخر طبعا نحن رايحين بلد عزيزة جدا على مصر شعب عزيز جدا على مصر الشعب السوداني مش عايزين نخرج القصة بره إطار المنافسة في الملعب خلال 90 دقيقة ما بين فرقتين كبار جدا طبعا الأهلي والهلال السوداني فرقتين مميزين جدا والنفسة تبقى من خلال الملعب بس اللي يقدر يكسب اللي يبقى موفق بإذن الله اللي إن شاء الله يكون الأهلي هو الموفق يعني يكسب هذه المورة يتأهل بس الموضوع بسيط مش عايزين نقبر الدنيا ومش عايزين نشتت بقى نفسنا ونشتت لعبي فريق النادي الأهلي لأن دي ممكن تكون كلها أمور في محاولة لتشيط اللعبين وفقد تركيزهم قبل مباراة مصرية زي دي التركيز كله منصب على هذه المباراة على كيفية التعامل الفني والتكتيك والخططي من قبل الجهاز الفني من قبل اللعبي النادي الأهلي في إطار استعداداتهم على مدار الفترة الحالية قبل مباراة يوم السبت بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله تعالى نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي طبعا هي يعني مش محتاجين نحن نتكلم على أهمية هذه المباراة وأهميتها بيجي بسبب المنافسة الكبيرة في مجموعة النادي الأهلي مجموعة تانية بالتحديد خصوصا في زل تواجد الهلال والنجم والأهلي تلات فرق كبار جدا فبالتالي المنافسة قوية جدا من هنا جاي أهمية هذه المباراة مباراة دي تكتبها تتأهل مباشرة من دول التمانية هدف من الأهداف الرئيسية هو التأهل ده أمر طبيعي لكن الهدف الأسمى دايما هو البطولة واللقب اللي بقاس عليه النادي الأهلي فبالتالي بإذن الله تكون خطوة مهمة بعد الفوز أو المباراة على النجم الساحل بنتيجة 1-0 بالتالي أنا عايز أطمن حضراتكم بخصوص فريق النادي الأهلي النهاردة الفريق راحة قرار من الجهاز الفني براحة اللاعبين من التدريبات وده في إطار أيضا الاستعداد ولتجنب الإجهاد اللي ممكن يكون بيتعرض للعاب النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وبالتحديد في ظل ضغط المباراة سواء محليا أو أفريقيا وفي ظل كمان المجهود الكبير جدا اللي بوزل خلال مباراة من الجم الساحل الأخيرة واللي قدر النادي الأهلي يفوز فيها بنتيجة 1-0 فبالتالي من هنا كان فيه قرار راحة اللاعبين من التدريبات اليوم لكن في نفس الوقت بيتم تأجهيز تدريبات بدنية علشان بإذن الله لما يتم استقناف التدريبات غدا يكون فيه أحمال بدنية بشكل مناسب ويقدر يهيئ اللاعبين للمباراة القادمة ويبقى فيه برنامج بدني خاص يعني قبل مباراة السبت بإذن الله تعالى وقبل السفر كمان تحديدا احنا عارفين الفريق حيسافر يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله بإذن الله تعالى العصر ساعة 4 العصر بالتحديد للسودان الرحلة تقريبا ساعتين ولا ساعتين ونص وتوصل على طول وتتمرن يوم الجمعة وتلعب المباراة يوم السبت بإذن الله تعالى فيما يتعلق بأخبار بعض لعب النادي الأهلي وبالتحديد يعني كلنا قلقنا على الشناوي بعد ما تصاف المباراة الأخيرة أمام النجم في آخر خمس دقائق كده لكن قدر ينتحامل على نفسه ويكمل المباراة وهي أصابة كانت عبارة عن كدمة في الظهر بعد قرى مشتركة تعمل الأشعة الأشعة أثبتت سلامة الشناوي الأمور بالنسبة له بسيطة جدا خلال أقل من 48 ساعة كمان يشارك في التدريبات الجماعية الخاصة بحراس المرمى بشكل طبيعي جدا وهيكون مرافق طبعا لبعثة النادي الأهلي في هذه المباراة الشناوي العيب مهم أو حارس مهم جدا ما يقللش إطلاقا من شرف إكرامي أو علي لطفي لكن احنا دايما إلينا شوية لأن الشناوي هو اللي رجله في الملعب الحساسية عنده هو هو اللي بيشتغل خلال الفترة اللي فاتت وهو اللي ما شاء الله عليه متقلق وأحسن حارس في مصر خلال الفترة الحالية فالأمور جيدة بالنسبة لشناوي تطمينه ما فيش أي مشكلة خالص رمضان صبحي والبعد بتكلم عن فرص لحاق اللعب بالمباراة فرص لحاق اللعب بمباراة الهلال لسه مش متضحة بشكل كبير جدا زي ما قال كابتن ساعد عبد الحفيز لكن الأهم والمؤكد أن الإصابة يعني انتهت خلاص يعني تم التقام العضل الخلفية احنا عارفين كان عنده مزق في العضل الخلفية التقامت بشكل تام لكن طبيعي جدا أنه انت بدخل اللعب بشكل تدريجي في التدريبات ومن ثم تشركه في المباراة طبعا برح شارك في جزء من المران ما شاركش في المران كله بكرة حيبان الرؤي حبان بشكل أكبر هل ممكن رمضان يشارك في المباراة اللي جاي ولا لا هل حيسافر مع البعثة للسودان ولا لا توقعي توقعي ومجرد توقع أنه حيكون مع الفريق هناك في السودان نقطة بقى الدفع به من عدمه ده حيكون لمستر فيلر وعلى حسب جهزات اللعب البدنية هو طبيا جاهز بدنيا دي بقى محل تقييم للجهاز الفني بالنسبة للنادي الأهلي ايا كان رمضان موجود ايا حد موجود كلهم رجالة وكلهم ان شاء الله هيرجعوا بالتلات نقاط مش نقطة واحدة بس كمان بإذن الله تعالى سعد سمير بيستكمل رحلته العلاجية في ألمانيا خلال سبعين حيسافر سعدان يواصل برنامج الخاص بالعلاج بعد إصابة الواتر أكيليس وبعد إجراء الجراحة في ألمانيا من ثلاثة أسابيع من تحت إشراف ماركوس فولتر المتخصص في جراحة واتر أكيليس في ألمانيا سيتم عرض حالة سعد سمير ومدى تطور الحالة وموعد عودته والبدء في بعض البرامج الأخرى العلاجية المتتالية بخصوص بإذن الله عودته للملاعب بلسه الفترة شوية بالنسبة لسعد لك دايما بنحاول التمن بشكل كبير جدا على مصابي النادي الأهلي ده فيما يتعلق بالمباراة وفيما يتعلق بأخبار الفريق بكرة فريق حيستاني في تدريباته بشكل طبيعي مران هيكون بكرة ويوم الخميس على الأرجح هيبقى فيه مران صباحي وبعد كده الفريق يتاجه المطار مباشرة يسافر يتمرد يوم الجمعية العبية يوم السبت يرجع فرحان كده يوم السبت بالليل أو الحد نفرح كلنا ونركز في اللي جاي عندنا منافسات محلية طبعا منافسة الأفريقية الأهم لكن هنرجع للمنافسة المحلية بس نرجع وإحنا فرحانين وإحنا متأهلين لدور التمانية وإن شاء الله يارب نكون أول مجموعة مع أنه مش هتفرق أي موضوع أول وثاني بسبب القوة المنافسة في الحياة في دور التمانية أي فريق هتوجهه حيبقى صعب جدا لكن إحنا متعودين لأهلي أول مجموعة لكن الأهم تأهل بإذن الله عشان يبقى منتفقين مع بعض طيب بخصوص مباراة السوبر كابت محمد فضل مباراة السوبر طبعا حارقه عارفين مباراة الأهلي والزمالك اللي هتكون يوم 20 فبراير في أبوظبي في أستاذ محمد بن زيد مباراة هتكون طبعا مايمة جدا مباراة لقب يعني فكابت محمد فضل هي تصرحات النهاردة واللي بيتكلم فيه عن ترتيبات الخاصة بهذه المباراة وقالني فيه تسلات غير مسبوقة للفرقين وثلاثة مليون درهم تذاكر المباراة وقالني فيه بنود مميزة جدا من خلال التنصيق مع مجلس أبوظبي الرياضي ويتحمل عبء كبير جدا من هذه البنود زي مثلا إيه؟ إيجار ملعب التدريبات والترقلات الخاصة الداخلية طبعا خاصة بالفرقتين كل بيع سيكون فيه ثلاث سيارات يعني كل الترتيبات اللي بتبقى خاصة بهذه المباراة سيتحمل مجلس أبوظبي الرياضي كمان تنظيم المباراة بالكامل وتركيب طباعة الإعانيات الداخل وخارج الملعب تكاليف تطبيق تكنية الفر في هذه المباراة والحكام الأجانب حيتحملهم أيضا مجلس أبوظبي الرياضي نفقات الاحتفال الفني الباهر سواء قبل المباراة أو بعد المباراة لما يفوز بإذن الله تعالى من يدي الأهل برضو في هذه المباراة برضو دي هتكون على نفقة مجلس أبوظبي الرياضي وكمان كابت محمد فضل وجه الشكر العميقة لدولة الإمارات طبعا دولة شاكية جدا والعلاقات دايما بتبقى مميزة ما بين الشعب المصري والإماراتي وكل شيء يعني ده أمر جيد ومهم جدا اتطمنا على أمور عديدة عايزة نروح بقى نشوف إيه أخبار الأهل في الصحف النهاردة إيه عشان نعلق عليها الأهرام القطيب رئيسا لبعثة الأهل في السودان رئيس النادي اللاعبية مباراة الهلال مصيرية وتحتاج إلى التركيز التام الجمهورية بدأت الاستعدادات مبكرا الأهل جاهز لاستطلاع هلال السودان الأخبار بايلر لا تسألوني عن الغائبين أمام النجم الأهل لا راحة إلا بعد موقعات السودان مشاركة رمضان أمام الهلال الغامضة واطمئنان على حالة الشناوي الأخبار المساء لا وقت للراحة الأهل يرتب أوراقه لموقعات الهلال الحاسمة وبايلر يتركب بموقف الشناوي روزل يوسف فاضل على الحلو نقطة المساء الخطيب رئيسا لبعثة الأهل في السودان بايلر يحشد أسلحته من أجل الهلال العنيد إكرامي بديلا للشناوي في حالة عدم الشفاء تجهيز رمضان سوكي للأخبار المسائي حسابات معقدة خبراء الحظر والتسجيل المبكر مفتاح الشياطين للفوز على بطل السودان الشروق مخاوف الأهلي من المجازفة برمضان صبحي أمام الهلال السوداني بايلر تصدر المجموعة في دور الأطال لأمر طبيعي الفوز على النجم كان صعبا والتدوير سلاحي للتغلب على الغيابات حسين الشحات نسعى للفوز في السودان وإتمام عارض صلاح محسن إلى سنوح طيب يعني الكلام كله في الحقيقة خلال فترة حالية أكيد أكيد عن مباراة الأهلي والهلال السوداني وهي مباراة مصرية بالتالي الصحاف كلها بتتكلم عن هذه المباراة وكيف يستعد النادي الأهلي لي مباراة يوم السبت بإذن الله تعالى خليني ابتدي بالأهرام والأهرام قالت إيه؟ قالت إن الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في السودان بالمناسبة الأمر ده ما تمش حاسمه بشكل رسمي يعني بشكل رسمي لسه مش معروف مين اللي حيبقى رئيس باعثة لكن الأقرب الأقرب فعلا الكابت المحمود اللي خطيب رئيس النادي للعبي وده من خلال طبعا تواجده مبارح في مراني النادي الأهلي عقب الفوز على النجم الساحلي وقول استعدادات النادي الأهلي من خلال مراني الأمس واتكلم مع اللعبين وقال إن مباراة الهلال مصرية وتحتاج إلى التركيز التام وده أمر معروف ومفروح منه طبعا المباراة مصرية جدا أهميتها معروفة لدر جميع لعابين مسؤولين جاسفاني جماهير للكل مستني هذه المباراة بفارغ الصبر ومستني أنه يفرح بتأهل النادي الأهلي بإذن الله تعالى تأكيدات من رئيس النادي الأهلي وأنا عجبني في الحقيقة تواجده كابتن محمود الخطيب خلال فترة حالية في تدريبات الفريق يعني سواء قبل مباراة النجم حضر ثلاث تدريبات وما كانتش بتحصل يعني ما حصلتش قبل كده أقل ممكن يحضر تدريب قبل مباراة مثلا أو حاجة أو مران واحد يعني قبل أي مباراة لكن المران دي حضر ثلاث تدريبات حضر كمان المران بعد مرات النجم على طول فده أمر جيد جدا ويدل على الاهتمام بالفترة الحالية ومدأ أهميتها بالنسبة لنادي الأهلي وجماهيره ككل في الحقيقة طيب تعالوا نروح للجمهورية والجمهورية بتتكلم على إن الاستعدادات بدأت مبكرا مش مبكرا ولا حاجة كده كده مطشي مستبتغ أسفل الاستعدادات متواصلة بالنسبة لنادي الأهلي أهلي جهز لاستطلاع هلال السودان إن شاء الله جاهزين ووثقين في فريقنا وفي جهازنا الفني كل السقة وعارفين إن شاء الله أن هم هيفرحونا ويرجعوا منتصرين ومعهم ثلاث نقاط كمان مش نقطة واحدة من مباراة الهلال إحنا عارفين إن إحنا عندنا فرستين بصراح عندنا فرستين للتأهل يا ما تتعادل يا ما تكسب وتتأهل في كل الأحوال إحنا دايما متعودين من النادي الأهلي من لعبيه من رجاله على الفوز على النقاط الثلاث بتخش أي مباراة عايز تكسب ما فيش بديل تاني حتى لو عندك فرصة أنك تتعادل واتحقق هدفك كمان لكن إصرار كبير جدا على الفوز إن شاء الله بإذن الله في هذه المباراة لأن الفوز هناك في ذلك هذه المنافسة حيدي رسائل همى جدا جدا لكل الفرق المتواجدة في قطور الدوري أبطال أفريقيا مستانيين الرسالة دي توصل ومستانيين بإذن الله هذه المباراة في فرق الصبر نشي تعالوا نروح للأخبار والأخبار بتتكلم بخصوص مستر فيلر وتصرح نشي يا جماعة بينما عن مباراة النجم ويعني في الحقيقة يا جماعة هي دي حرية لمدير فني هو الراجل اللي بيقود التدريبات هو اللي قريب من اللاعبين هو اللي عارف الحالة الفنية البدنية النفسية الزهنية الخاصة بكل لعب ده أمر مفروغ منه هو وجهازه المعاون فدايما بيبقى فيها أسئلة في المؤتمر الصحفية وحقه أي حد طبعا يسأل ده أمر طبيعي يا إنت ده ملعبش ليه وبتحديد كان على أفشا يعني أفشا ما شاركش ليه وكلمين ده ليه وجهة نظر فنية هو أضرى بكل شيء المسندة وحقه إنه هو يعمل كل حاجة احنا بنسنده وورا الأهلي لا يرحى إلا بعد موقعة السودان بالمناسبة آه طبعا ما كدش فيه راحة للفريقة تتمرر يمبرح على طول لكن راحة النهار ده تعتبر في إطار الاستعادات برضو لهذه المباراة لأنه أنت لازم تتجنب الإجهاد تريح شوية عضلات اللاعبين قبل المباراة هتكون شرسة جدا جدا في أرض الملعب من الجانب الفني ومن الجانب القرى وبالتحديد ما بين الأهلي والهلال موضوع مشاركة رمضان بيتطرقوا لي أيضا وإن المشاركة غامضة طبعا هي غامضة والأمر يعني حيحسن الجهاز الفني مع اقترار مع بعد المباراة لغاية دلوقتي مش محسوم لكن أنا أقول لكم مجرد توقع ممكن رمضان يكون مع البعثة هناك في السودان بإذن الله تعالى واتمت أن أنا على حالة الشناول حالة مطمئنة جدا يعني مطمئنة جدا واللعب إن شاء الله بإذن الله هيكون مع الفريق بشكل طبيعي وحيلعب المباراة بإذن الله تعالى إلى أخبار المسائي ما فيش وقت الراحة الأهلي يرتب أوراقه لموقعة الهلال الحاسمة هو فيلر يترقب موقف الشناوي كلمنا في قصة الشناوي جاهز خلاص ترتيب الأوراق ده شغل الجهاز الفني بيعملوا على هذه الجزئية حاليا وجهزين بشكل كبير جدا في ترتيب أوراقهم لموقع حاسمة للنادي الأهلي وفي الحقيقة إحنا عندنا أوراق كتيرة جدا عندنا عدد كبير جدا من لعبين المميزين قائمة النادي الأهلي فيها يعني مش عايز أقول أسلحة يعني فيها عناصر قوية جدا ترجح كافة النادي الأهلي بإذن الله تعالى يعني هتتكلم في خط الدفاع هتتكلم في نص الماء هتتكلم في خط الهجوم في حراسة المرمى ما شاء الله عندنا فرقة قوية بإذن الله هنفرح يوم اللي سبت بإذن الله تعالوا نروح لروزل يوسف واللي بتتكلم على إن فاضل على الحلو نقطة طبعا هي نقطة تكفي لتأهل النادي الأهلي لكن إنت لما هتروح تلعب على هدف إن إنت عايز تطلع بالنقطة لقدر الله ممكن تتعرض للهزيمة وتخرج من البطولة بشكل مبكر وعلى تبقى مشكلة كبيرة لكن إنت رايح عشان تلعب على التلات نقاط وده هدف لعبة النادي الأهلي هم مدركين هذه الجزئية بشكل كبير قوي سواء اللاعبين أو الجهاز الفاني المباراة أساسها إنك بإذن الله تروح تكسر كسبت حلو قوي يعني تبقى حاجة ممتازة اتعدلت برضو حاجة حلوة حنتقاه لكن الهدف الأساسي هو الفوز بإذن الله تعالى رغم إنه نقطة تكفي للنادي الأهلي إذا ما خارفكم عارفين طبعا المسا عايزين فاصل ولا لسه طيب نروح للمسا المسا بتتكلم على إن الخطيب الرئيس اللي بيعست الأهلي في سودان أمر لم يحسن بعد بايلر يحشد أسلحته من أجل الهلال العنيد فريق الهلال طبعا فريق محترم جدا جماهير كبيرة أكيد عنده إمكانيات مميزة لعبين مميزين لكن في نفس الوقت إحنا النادي الأهلي عندنا عناصر زي ما قلت لحضركم من شوية عناصر ممتازة وإن شاء الله بإذن الله يكونوا موافقين وده أهم شيء في هذه المباراة لأن أنت ممكن تلعب مباراة جيدة جدا لكن ما تكونش موافق نتمنى بإذن الله تعالى أن التوفيق يكون حليف النادي الأهلي في مباراة يوم الزبط إكرامي بديل للشناوي في حالة عدم شفاء وده أمر طبيعي لكن خلاص الشناوي جاهز تماما لهذه المباراة تجهيز رمضان صبح هيبقى طبعا في محاولات لتجهيز اللاعب محاولات نجحة أوكي ما نجحتش موجود عناصر كتير جدا في الصوف أن هذه الأهلي تقدر أنها تعود غياب رمضان زي ما بيحصل للفترة اللي فاتت نحن بقالنا بتحوالي شهر ونص نلعب من غير رمضان صبح وبنكسب ومشين كويس جدا فبالتالي إن شاء الله أول أهم يبقى صفوف كلها متكاملة رمضان أو غير رمضان أي حد المصاب يبقى جاهز عشان تبقى الخيارات كلها متاحة لميستر فيلر ويقدر هو يتحكم في التشكيل يتحكم في بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباريات طيب تعالوا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نواصل كلام الصحف عن نادي الأهلي نهار ده ستنون طيب نكمل أخبار الأهلي في الصحف النهاردة ونروح للأخبار المسائي بالتحديد وليتكلم على إن الحسابات معقدة ده أمر حقيقي بعض الخبراء زي اللي حراكوا شايفرون في الصورة كده طبعا كابتن كبير كابتن محمد يوسف كابتن معتازي الدقين وأيضا لعب النادي الأهلي اللي صابق وإن هم حذروا من هذه المباراة وقالوا لازم يكون فيه حذر وإن يكون التسجيل مبكر وده حيبقى مفتاح مهم جدا للنادي الأهلي اللي فوز على بطل السودان وفي الحقيقة هو أهم شيء أهم شيء الهدوء إن احنا نبقى هادين في الملعب ما نتأثرش بالجمهور طبعا الغفير اللي هيحضر من الهلال لأن المباراة بنسبة لهم يعني مباراة كبيرة يتأهلوا الدور التمانية ودي حاجة وردو كبيرة بنسبة لهم ضامر طبيعي فإنت لازم تقدر تتعامل مع الضغوط اللي ممكن تقابلها في الملعب تتعامل مع بعض الأخطاء اللي ممكن تبقى موجودة من الحكام ده اللي احنا متعودين عليه في أفريقيا يعني عمتا تقدر تتعامل في الأمور دي كلها لو كنت هادئ هدوءك هو اللي حيخليك تعرف تتعامل في كل هذه الضغوط ممكن احنا لأسف في مصر يعني فترة فاتنا مش متعودين على إن اللعبة بتلعب قدام جمهور كتير وكلام من ده فمش متعودين على الضغوط دي لكن لعب نادي الأهلي لازم يكون متعود نفاش زار وانت طبعا ما بتلعب في نادي الأهلي طبعا ما لابسي تي شيرت بتاع نادي الأهلي فانت بالنسبة لك الضغوط دي ما تفرقش معك خالص وده اللي احنا منتظرين وبإذن الله تعالى من خلال المباراة يوم السبت الجاي لكن أهم حالة طبعا الهدوء بجانب كل كل كلام طبعا طبعا الخبراء الكبار يعني خلينا نروح للشروق والشروق بيقولوا إيه بيقولوا إنه فيه مخاوف في الأهلي من المجسفة برمضان صبحي أمام الهلال السوداني لو فيه مخاوف في دوري الأبطال لأمر طبيعي وده فعلا أمر طبيعي بالنسبة لنادي الأهلي لكن بسبب صعوبة المجموعة فمش محسوم لحد دلوقتي نقدر نحسنه بإذن الله خلال المباراة اللي جاية الفوز على النجم كان صعب ده لسه كلام ميستر فيلر وده كان واضح جدا كلام ملعب لأن النجم طبعا فرقة كبيرة جدا في تونس وفي أفريقيا وبيتكلم في جانب التدوير وإن التدوير ده سلاح أو التغلب على الغيابات سياسة عند مدير الفني ممكن حركتكم متطفق معها ممكن ما تبقاش متطفق ده طبيعي جدا ما حدش بيتطفق مع أي أفكار بنسبة 100% لأي مدير الفني يعني لكن في كل الأحوال إحنا لنا إيه؟ لنا نتائج بالتحديد في مرحلة زي دي يعني المرحلة دي بصراحة كده عشان نكلم مع بعض بصراحة الأداء مش هيأكل عيش طبعا نفسنا في الأداء مع النتيجة ما حدش يقدر يقول غير كده نحب نتمتع بالأهل نحب نتمتع باللعبة الموجودة الكدرات الموجودة دي نحب نتمتع بفكر مدير فني زي ميستر فيلر ده أمر مفروغ منه لكن في مرحلة زي دي لو أنا لعبته وما كسبتش حانس الأداء الأداء مش هيفرق معايا مراحل صعود وكلام من ده لأ فالنتيجة هي اللي تفرق النتيجة هي اللي هتحقق لي أهدافي ممكن أن أنت تهتم بالنتيجة على حساب الأداء لأنه هو ده الأهم خلال المرحلة الحالية فمشارت أن ننتظر الأداء بالتحديد في المرحلة دي ممكن بعد كده نطالب الأداء لما يكون فيه أرحية شوية في المباريات في ضغط المباريات في المنافسة في كلام من ده لكن دلوقتي السنين نتيجة بإذن الله تعالى حسين الشحات وكان ليه تصرحات بعد المباراة وبيقول نحن نسعى الفوز في السودان ودي طبعا الثقافة الأكيد موجودة عند العيبة النادي الأهل صلاح محصر راح أعرى لسموحة نتمنى له كل التوفيق يرجع أفضل بإذن الله للنادي الأهل خلال الفترة الجاية بعد ستة شهر مع سموحة نتمنى له هو يهدف طبعا مع سموحة ويبقى ماشي كويس جدا أخبار الأهل في المواقع نشوف اليوم السابع الأهل يطلب تأمين بعثة الفريق في السودان خلال مواجهة الهلال الوطن سبورت بايلر يتسلم تقريرا عن الأوضاع الأمنية في السودان مفاجأة بايلر يهدد لعب الأهلي بعد مواجهة النجم الساحلي سوبر كورا سموحة ينعش خزينة الأهلي بـ 2 مليون جنيه نظير أعرض صلاح محصن ومنعي يلا كورا شكوك حول حقية سليم في المشاركة أمام الأهلي والهلال يحسن الجدد صدى البلد الهلال السوداني يجري لعب الفريق بالدولارات للفوز على الأهلي طيب موضوع التأمين والكلام من ده يعني اليوم السابع برضو بتتكلم فيه وإحنا خلاص واضحنا حركوا كل الأمور في بداية الحلقة والحديث اللي كانت ما بيننا رئيس النادي الأهلي والكابتر محمد قطيب طبعا وسفير مصر في السودان السيد حسام عيسى وإن الأمور جيدة جدا وما فيش أي ألأ خالص وإن المباراة هتكون في الملعب بس والتأمين على ما يرام يعني حيكون مع النادي الأهلي هناك فما فيش ألأ ولا حاجة ومش عايزين نضخم الأمور يا جماعة وبيبقى بعض التصرفات غير المسؤولة من بعض الأفراد أو بعض مشجيع فريق الهلال وبتحصل الأمور دي بتحصل في الكوريا بشكل عام لكن الأهلي مجهز نفسه مرتب نفسه مرتب أموره بشكل عام وبالمناسبة كابتن سيد عبد الحفز وكابتن سمير عدلي حيسفر قبل البعثة أو حيسفره بكرة يوم الأربع والبعث حيسفر يوم الخميس ثم حيسبقوا هناك يرتبوا لكل الأمور وتتعلق باستضافة الفريق أو استقبال الفريق مكر الإقامة ما لعب التدريبات يعرفوا الأوضاع هناك ماشية زي إحنا متطامنين ومسكين جداً في بلد حبيبة وعزيزة جداً على مصر هي بلد السودان وفي جمهور كبير زي جمهور الهلال السوداني والإدارة كمان بتاعت الهلال السوداني علاقات مميزة يعني مش الناس هي يعني بعض الجمير هي اللي هتتبوز العلاقات دي خلال نروح لوانسري بص بقى وانسري بتقول لك مفاجأة فيلر يهدد لعب الأهلي بعد مواجهة النجم الساحلي بص يا جماعة سعاد بيبقى فيه ايه توجه كده يعني سعاد بتحصل بتحصل عادي ما فيهاش مشكلة ايه بتحصل من بعض الصحفين عادي مع لعب ما بيحبوش هو ما بيحبش اللعب ده فيعمل ايه مطش مثلا لفات ده الأداء كان وحش جداً بالنسبة لفريق ده ككل يعني فيختار ايه أو يصطد ايه اللعيب يقول لك اللعيب ده عمل مطش وحش جداً وفايلر ميسكو في قد اللبس بعد المباراة أطعه انت لعيب كذا وانت لعيب كذا وانت لعيب كذا ده للمونسري بصراحة يعني والكلام في الجهة ده وأصدام على أنهي لعب وأصدام على أحمد الشيخ من الآخر يعني وان فيلر عنفه وان انت قديت مباراة سيئة جداً وان انت مكنش كويس ومهفز لش تعليماته كلام ده غير حقيقي بالمر بالمر وبالعكس ميستر فيلر أشاد بأحمد الشيخ جداً جداً ودي معلومة مؤكدة ان بقول لحرارك وما بقدرش أقول أي حاجة هنا غير ما يكون متأكد منها بنسبة 100% زي موضوع أفشة عن بارح موضوع أفشة عن بارح ده كان بنسبة مليون في المية أنا عارف أنا بقول لحراركه ايه فبالتالي حتة أحمد الشيخ وان البعض بيحاول يتكلم دايماً على اللاعب ده بالتحديد وممكن يكون لعب تاني فيه صلاحة في تاني أو فيه زميل عزيز تاني ممكن تكون وجهة نظر بالنسبة حق وما فيش أي مشكلة يتكلم عنه يقول ده برضو فيه مشكلة مع فيلر أو فيلر مش ممكن يعني بيحصل عادي لكن الواقع إيه مش موجود الكلام المكتوب ده غير حقيقي بالمرة احنا بنأكد لحضراتكم ممكن بشكل عام بقى يكون فيه تعنيف للعابين على الأداء ده مدير فني هو بقى بيقدر يتحكم في فرقته ويقدر يخرج الأحسن خلال الفترة اللي جاية منهم يتعامل نفسيا معهم إزاي يلومهم في إيه يشيد بيهم في إيه ده أمر بيبقى خاص بكل مدير فني ومش بيهم موجود في الإعلام ما حدش بيبقى عارفوا يعني النسبة كبيرة طيب ده بالنسبة لونسرية سوبر كورا وبتتكلم على إن سموحة يونع عشكزينة الأهلي بتنين مليون جنيين وزير إعارة صلاح محسن ومنعي وإحنا عرفين صلاح محسن راح سموحة 6 شهر ومحمد عبد المنع بناشئ النادي الأهلي أيضا راح سموحة لمدة 6 أشهر قابلة لسنة أخرى عارة على حسب رغبة النادي الأهلي بعد انتهاء الـ 6 أشهر القادمة نتمنى لهم كل التوفيق تعالوا نروح لي الله كورا واللي بتتكلم بخصوص مباراة الأهلي والهلال وبالتحديد بتقولني فيه شكوك حول حقية سليم ده لعب محمد سليم في صفوف الهلال السوداني ومشاركته أمام الأهلي والهلال حسن والجدل في الموضوع ده قالوا أن اللعب ده يعني عنده 3 إنذارات فبالتالي ما ينفعش لعب مواطنش الأهلي لكن نسؤولي الهلال السوداني أكدوا أنه ما فيش أي خطابات جات من الاتحاد الأفريقي تفيد بإيقاف اللعب عن مباراة الأهلي فبالتالي اللعب متاح بالنسبة للجهزة الفنين في هذه المباراة صدى البلد الهلال السوداني يغري لعب الفريق بالدولارات للفوز على الأهلي حقهم ما فيش أي مشكلة خالص هو يعني مكتوب في الخبر أن رئيس النادي يتكلم مع لعبته قال لهم يا جماعة حيبقى فيه مكافئات غير مسبوقة إطلاقا ما حصلتش في تاريخ الهلال لو كسبتوا الأهلي وعدتوا لدور التمانية أمر مشروع جدا وكل إدارة حقها أنها تحفز لعبتها بالشكل المناسب كل الأخبار اللي في اتجاه ده عادية وكويسة وطبعية جدا قبل أي مباراة قوية زي مباراة الأهلي والهلال ومباراة مصرية في التأهل لكن خلاف ذلك ده كله أمر أو أمور غير مطلوبة إطلاقا إطلاقا الأمور الخاصة بالشحن الجماهيري فماشي الكل متحفز سواء الأهلي أو الهلال الأفضل إن شاء الله يكسب اللي هو بإذن الله يكون النادي الأهلي في هذه المباراة مع كل الاحترام أخبار محلية عالمية يلا اليوم السابع محمد فضل منتخب مصر يظهر بالقميص الجديد في سبتمبر المقبل مبتدى قبل مواجهة مصر توجو تجدد عقد كلود لوروة حتى 2022 البواب سبورت اللجنة الخماسية بالجبلية تحضر مباراة السوبر في الإمارات عمري طبيعي الوطن سبورت إتحاد الكورا ينتظر وصول وفد فيفا لمتابعة تجهيزات تطبيق تكنية الفيديو ناشي سوبر كورا يحصل على نسخة أو نسخة خطاب ضوابري للكاف بشأن فساد التحكيم الأفريقي بطولات ردوان جيد يرد على اعتراضات الهلال ضد إداراته لمباراة الأهلي الجمهورية أونلاين الكاف يحسم الجدل حول تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال بطل الأهرام جون ألدريج ليفربول علي البحث عن بديل محمد صلح بطولات رغم اكتياز الكشف أو الفحص الطبي أنباء عن فشل عودة كوكا إلى أولمبياكوس صحيفة يونانية تكشئ في السبب وبوابة أخبار اليوم زيدان على أعتاب الرحيل من ريال مدري طيب سريعا قبل مطلع فاصل خليني أخذ موقع بطولات الأول لأنني أريد كم التحديد في اللي يخص النادي الأهلي خلال الأيام الحالية يعني آه هنطرق الأخبار المحلية بأمر طبيعي وأخبار علامية كمان لكن ده شيء مهم رضوانا جيد بيرد عبر بطولات على اعتراضات الهلال ضد إدارته لمباراة الأهلي وإحنا عارفين كان فيه اعتراض رسمي من الهلال برح في بيان رسمي بخصوص الحكم المغربي رضوانا جيد وإنهم يعني مش عاجبهم الحكم وكلام من ده الراجل قال أن الأمور دي طبيعية بتحصل في كرة القدم ما عندهش أي مشكلة قال إنه هو تبلغ رسمي من الاتحاد الأفريكي بإدارته الهديم مبارا وإنه هو حيكون موجود وحيدير الهديم مبارا وحيكون على مسافة واحدة مع الفرئتين يعني وده أمر طبيعي نتمنى له كل التوفيق بصراحة وإن الأفضل الفنيا هو اللي يكسر اللي هو بإذن الله ورده يكون هذه الأهل تعالوا نروح للجمهورية أونلاين والكاف يحسم الجدل حول تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال ومصدر في الكاف أكد للجمهورية أونلاين إنه ما فيش أي نية لتغيير حكم المباراة وإن الحكم ده جيد ويقدم مستويات مميزة جدا مدار الفترة اللي فاتت عايز أخد خبر محلي سريع تعالوا ناخد بابا سبورت وإن اللجنة الخماسية بالجبلية تحضر مباراة السوبر في الإمارات وده أمر طبيعي جدا أنا بالنسبة يا جماعة خليون لحراركم التنصيق ماشي بشكل جيد جدا ما بين اللجنة الخماسية ما بين مجلس أبوظابي الرياضي كل الأمور والشركة الرعية كمان التجهزات نشي بشكل جيد جدا لمباراة السوبر هيبقى في حفل قبل المباراة حفل فاني مميز جدا والقارب هيكون الفناني الكبير محمد رمضان هو اللي حيحي هذا الحفل بخلاف الجوائز المالية الخاصة بكل فريق يعني الفريق الفاز هياخد 500 ألف درهم الفريق الخاسر هياخد 300 ألف درهم ويعني كل هذه الأمور طيب نتمنى المباراة تخرج بالشكل الجيد وإن شاء الله نتمنى برضو الأهلي بإذن الله مع كامل احترام والتقدير طبعا هذه الزمانات نادي كبيرة ومحترمة جماهير كبيرة ومحترمة بكل تأكيد تعالوا نروح لخبر عالمي سريع وخبر غريب شوية بالنسبالي بوابة التأخبار اليوم بتقولين زيدان على عتاب الرحيل من ريال مدريد ممكن نتفاجئ شوية بخبر زي ده لكن هما بيقولوا أنه فيه في الكواليس أمور بتحدث ما بين زيدان وفولونتينو بريز الرئيس نادي ريال مدريد وأن العلاقة مش على ما يرام خلال الفترة الحالية ليه؟ لأن خلال الفترة اللي فاتت كان دايما بيطلع كده من أحد المصادر القريبة جدا من الرئيس النادي أن ريال مدريد بيرغب دايما في التعاقد مع جوزي مورينيو وده أمر يعني بيغضب زيدان نسبيا كمان زين الدين زيدان عدم تدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب وإحنا عارفين رغبة زيدان المعروفة اللي كانت في التعاقد مع بول بوكبا نجد منشستر نايتد وما نجحش فورنتير بليز إن هو يستقدم هذا اللاعب بخلاف طبعا الأنباء اللي خارجه إن بعد ديشامب مدير الفني لمنتخب فرنسا حيكون زين الدين زيدان ورئيس التعاقد الفرنسي بيرجح كافة زيدان في حالة رحيل ديشامب فهنشوف الفترة الجاي اللي هيحصل بخصوص زيدان لكنه هو ماشي بشكل كويس جدا في الحقيقة فترة دي مع ريال مدريد وانا على مستوى الشخص أكيد بنتمنى لهم كل التوفيق هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل فقرة حوارية مهمة جدا 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 مع ضف عزيز الأستاذ كريم سعيدة ناقد الرياضي ورئيس تحرير موقع يلا قورة والمحل الألفاني كمان للمباريات وللنادي الأهلي هنكلم معه بتحديد خلال حلقة اليوم على رأيه في نادي الأهلي خلال فترة الفاتح والمطلوب من نادي الأهلي في المباراة اللي جاية أمام الهلال هذه المباراة الحسيمة ومصرية في نشوء الأهلي الأفريق سنونا نبع فاصل اشتركوا في القناة الأستاذ كريم سعيدة ناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير موقع يلا قورة دفنا العزيز في حلقة اليوم يا كريم مسأل خير عليك مسأل خير عمير بنورك طبعا مسأل خير مسأل خير لكل مشاهدي القناة نادي الأهلي وجماهير نادي الأهلي في كل مجال أهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك تصعيم جدا لا الحمد لله كانت عملية بسيطة بسى الحمد لله ان شاء الله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يسلمك. شكرا جزيلا. كلام طبعا عن نادي الأهلي خلال الفترة حالية وهذه الفترة الحاسمة بكل تأكيد في مشهور الأهلي الأفريكي. خلينا نبتدي كده ماتش الناولين بها. رأيك في الماتش من الجانب الفني أداء اللاعبين أهمية الفوز تحديدا كمان. طبعا تشوف طبعا أحلى حاجة في فيلر إن هو واخد سقط الجمهور من بالضبط من بعد ماتش نتاج الحربي. عشان بزبط أحسابها. ماتش نتاج الحربي لأربع عصير. طبعا ماتش السوبر إداء له ماتش الزامالك إداء له بوست جامل ده ضفعة حلوة طبعا أول معرفة ليك مع الجمهور بتكسب ماتش الدربي وبتكسب بطولة. بس أنا حتى تابعا أن تعرف النهاردة أنت يعني بتاخد رؤية الأفعال من السوشيال ميديا أكتر. طبعا. نحنش تعودين عليها. فبدأ فيلر ياخد الثقة. فبالتالي الناس بقتش يعني تتركز معهم في تشكيلات زي مثلا فطرة لسارتي فهم كنت تحسن الناس وقفة لسارتي على الواحدة. وبيتابعوا التشكيل ومين دخل ومين خرج. لا مع فيلر بعد ماتش تجد الحالة بقت الناس تقول له لا سوق وإحنا بلنا نصق فيه جنوب الراجل فعلا بصراحة بيعمل شغلة كويس جدا. طبعا أهم حاجة في ماتش النجم كان طبعا أكيد يعني استبعاد محمد مجدي أفشا قبل المباراة وطبعا لإستبعاد الفني وأكيد الجهاز الفني هو حر تماما. وأنا عجبني جدا تصريحه في المؤتمر الصحفي إنه هو لما قال أنا استبعدته فني بس أنا مش محتاج إن أنا أقول لك السبب دي حاجات بتاعة شغلي وإحنا حتى في أشغالنا في حاجات بنقولها وفي حاجات بنقولها. التصريح ده هو ده أنا عايز أقف عنده لإننا إحساسي إن الراجل ده لحد ما إداريا وانضباطيا زي منول إحساسي شخصي يعني ده أول يعني بلوش هو ما عادش نفس الفلطة عب منول أكيد ولكن منول جديد طبعا بأتكلم عنه. لكن فيدر بيعجبني فيه إنه بيوصل المسج وهو هادي ما عنديش مشكلة. ده إدباطية من الجانب التكتيكي يعني أصدق والإداري 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 طبعا أضيق الاتنين بالنسبة. بس أنت تتكلم التحديد بخصوص أفشا يعني طبعا آآ طبعا طبعا أنا عجبني جدا أسلوب تعامله وعجبني جدا إنه هو فلوش. ولوه في أزمة أصلا كذلك حتى إيه إن. حتى إيه إن. يعني في كل أحوال في كل أحوال المعلومات أو السبب بالاستبعاد أكيد إن من حق الناس هتسأل. كان فيه بلايميكر بيلعب أساسي بشكل مستمر حتى ما عادش على الدكة لكن خرج من 18. أنا بحيي فيلر على تعامله مع الموقف وبكل إنسيابية وحتى لو هو في أي ساب إن كان هيخليه يعني يبع عنده مشكلة في الماتش. طبعا أفشا لعيب كبير لا خلاف لا خلاف محمد أكدي أفشا منذ خدومه النادي الأهلي مركز عشرة واللينك اللي عامله ما بين خط الوسط وخط الهجوم. حاليا هو رقم واحد في الأهلي ولما نتكلم على المنتخب إحنا عادنا فترة كتير نقول مين بديل عبدالله السعيد مين بديل عبدالله السعيد حاليا محمد مجدي أفشا هو اللي بيلعب المركز ده بشكل مميز جدا سواء في الأهلي وفي المنتخب إن شاء الله ليه سنوات طويلة بإذن الله محمد مجدي هيبقى هو اللي واخد المركز. نروح للماتش الماتش أكيد طبعا ماتش صعب وأكيد تاني النقطة دي مهمة قوي لعبة نادي الأهلي ولعبة مصر كلها النهاردة أمير عندها يعيني تزبزب في المستوى من حتتين. بتقعد فتة تلعب ماتش بدون جمهور وفجأة يجي لك ماتش صعب جدا وجاي لك فيه عشرة تلافة خمشون ألف فدي نفسيا وطبع أي دكتور نفسي ممكن أنت تصديفه أو تاخد منه مداخلة هيقول لك طبيعي هتلاقي إن اللاعب لازم يكون متحضر دي مستهلة مستهلة أنك تخش في مكان ساكت زي كانت دخل مصرح الدنيا كلها ساكتة وفجأة تخش في مصرح كله عشرة تلافة وعشرين ألف متفرج لأ أدائك بيختلف فهي فكرة ممكن ساعات بحس إن الحتة دي هي عاملة أزمة شوية ولكن لعبتنا للأهلي كان فيها أزمة بتاعة نص الملعب دين كنت شايفها وطبعا واضح جدا إن جاريدو شاف ماتش اللي ما قولين بشكل كويس جدا لأنه لعب خات كوبي وبيست من طريقة الكابتن عماد نحاس هي هي بالزبط نفس الماتش ونفس الملعب نفس كل حاجة بيلعب بفعل متقدم مستيب مساحات النادي الأهلي المر فيها الكورة عدل غلطيته اللي عملها في تونس لو تفتكر نحن في تونس النادي الأهلي كان بيلعب ناقص مديقة اتناشر ومع ذلك كنا احنا اللي مسكين الكورة بشكل أفضل من نجم رغم النقص العادي النجم على الفرادس ملعبك وسط جمهورك وكل شيء وحتى النجم لما جاب الهدف جاب الهدف ورجع وإنه اللي قال هو اللي استحوز على مجريات المباراة تماما وكان قريب أنه جيب هدف التعادل لكن أنا شفت إن ماتش النجم جاريدو قدر فعلا يعني حفظ الحتة بتاعة الكابتن عماد النحاس نقاشها منه قدم الدفاع بتاعه قل لمساحة التمرير بس الميزة اللي عند النادي الأهلي لما احنا بنلعب على الأطراف بنبقى كويسين جدا أكتر من العمق اللي طبعا طبيعي كانش أهلي نجم العمق عشان غياب ماك دي أفشل طيب إذن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مباراة انتهت ومراكت مهمة جدا والأهلي خرج بالمطلوب طبعا لكن البعض بيتكلم شوية على إن كان مطلوب من الأهلي أكتر من كده سواء نحاس النتيجة أو نحاس الأداء مباراة زي دي نعم هل نقدر نشوف فيها الأهلي بالأداء والنتيجة مع بعض ولا مباراة دي بتبعايز النتيجة أهمة طبعا أتفهم طبعا طلب بعض من الجامعين كنت تكسب اتنين صف كويسة ليه عشان إذا إذا حصل أي تساوي مع النجم الساحلي في أي ظرف إذا بيقول إذا يعني حصل أي تساوي في الجولة الأخيرة النادي الأهلي يتفوق بفضل يعني المباراتين ولكن أنا معاك إن هي فعلا فكرة النادي الأهلي يعني إن النجم الساحلي يتعادل أو يتغلب ببلاتينيوم أمر فعلا يعني بعيد جدا بس ممكن يحصل وارد في كل افكر وكل شيء بس هو صعب تاني هي طبعا الناس بعد التعادل مطش بلاتينيوم لحد ما بدأوا يحسوا إن النادي الأهلي ربما يكون زنق نفسه شوية في المجموعة لكن تاني إحنا في نقطة مهمة عايزين نوضحها إحنا في الدوري نادي الأهلي ماشي بشكل مميز جدا للدرجة اللي ممكن تخليك تحس لحد ما أن الدوري اقترب من الحسم يعني فيه فجوة بعيدة ما بين أداء النادي الأهلي في المبارات العباء 12 انتصار على التوالي بتتكلم رقم قياسي بيوازر رقم القياسي اللي حققه فيه 2002-2003 مع جوبا مفرار وطبعا الحد الغادة دلوقتي مش واضح إن فيه منافس نادي الأهلي نادي الزمالك بيحاول إن هو يقرب بس لسه طبعا لو تسوينا يعني نادي الأهلي ونادي الزمالك تسويه في المبارات فيه فجوة كبيرة 12 نقطة ليه نادي الأهلي يعني إذنك محتاجة 4 مبارات وديه الوقت عدد مش قليل طبعا وفي نتكالف الدور الثاني أي أن كان نادي الأهلي محطوط في موقف لحد ما أنت عايز تروح للسودان ويعينك على الصدارة وإن كنت على المستوى الشخصي بشوف إن دور الثمانية ده لدور الأفراقية استثنائي في حاجة بصراحة أول مرة حس مش فرقة هتطلع أول من تاني يعني كل اللي صعدوا لحد دلوقتي يعني كلهم فازوا لطولوا قبل كده لك أنت تخيل كمان يعني لو طلقت تاني مثلا يعني أنت ممكن تكون أسهل فرقة ممكن نقول الأهلي ممكن تلعبها هو مازمبي المازمبي ظهر وده الندي الزمالك في مطش العودة هنا في الكاهرة مستوى سيء جدا مثلا يعني فلك أنت تخيل نحن بقول مازمبي هو أقل فرقة فما بالك بفرقة التانية وعشان كده أنا أتمنى إن شاء الله الهدف بإذن الله بإذن الله يوم السبت الناد الأهلي أتأه بإذن الله إن شاء الله يعني سواء بالتعادل بالفوز طبعا على الجمهور الأهلي بيحب الصدارة أنا عايز أرعب على الصدارة بس عايز أفكرك بحاجة سنة 2005-2006 دو أبقى فكرة 2006 ناد الأهلي في موقف شبيه بدأ شوية كان في الجولة الخامسة قدر يكسب الصفاقسي ويه بالضبط ويه صعد للصدارة وكان محتاج من مطش الأخير في الجزائر أن يكسب والفريق الجزائري كان خلاص ودعي بوطورة ملوش أي أمل فيها ناد الأهلي كان متقدم في النتيجة لغاية بعد كده الفريق الجزائري كان 1-0 بعد كده الفريق الجزائري تعادل 1-1 و2-1 وينتهي تعادل وطلع فنش تاني وفي السيمي فاينل لعب أسك وبعد كده طلق لغاية طبعا بقى النطش الشهير قدام الصفاقسي لعبو تريكا في الفاينل فهي لحد ما طبعا جمهور ناد الأهلي بيحب الصدارة بس إحساس الشخصي المرة دي استثناء مش هتفرق أول من تاني بس إن شاء الله النادي الأهلي يصعد لدور التماني عايز أرجع معك لموضوع الأداء كممكن يبقى موجود أداء النادي الأهلي بشكل أفضل في مرات النجم ولا كايت صعبة برضو شوف حتى جمالية الأداء جمالية الأداء مفيش مدير فني بيحسب خطته لفريق بيبقى أي لعبته حالين يلعب حيره لا 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 أنا نازل حاطب تارجت أنا عايز أكسب لأول حاجة ظروف المباراة والتشكيلة اللي معايا وكمان السيناريو بتاع اللقاه اللي بيساعدني أديك مثلا ماتش ستة واحد لو هتسأل جمهور الأهلي وكل الخبراء وكل المحللين قبل الماتش النادي الأهلي أصلا يكسب الماتش هقولك لا نازل زماج ساعدتك كم تضفوق وقايمته أفضل وظروفه أحسن يعني في بعض العوامل تقول نازل زماج يكسب الفكرة اللي عملها منوي وساعتها غلطة عملها أوتوفيستر وسيناريو المباراة وهدف رضا شحاته الأول خلى السيناريو يمشي بالشك ده ومباراة حلوة حتى ماتش الإسماعيل أربعة أربعة برضو رغم أنها ذكرة سلبية للنادي الآن لقصر الدور ده بس دايما الجمهور اللي يقولك عم ماتش ده لأ لعبنا ماتش حلو فهي الفكرة ما فيش موديل فني هيقولك أنه زماج ماتش نجب سحيل مقورة حلوة لأ في ظروف أول ظرف أنت طبعا تلاي ميكا زي ما قلنا بلاي ميكا بتاعك الأساسي خرج فأنت غيرت شوي الحاجة الثانية ربما نفعي لحد ما بيعتمد على مروان محسن كمهاجم صريح وبيحب وحطت لعب ويحط معاها أجاية عشان إذا في بعض الأحيان أجاية خش جمهاجم تاني ونلعب على الكرات العرضية يعني لحد ما بتنجح في طاعة الأحيان ولكن لازم النادي الأكيد طبعا الجهاز الفني عنده محل الأداء وعنده سكاوتين كويس شايف المطشين مطشين مقاولين والنجم الساحلي وعلى بعض لما في منافس بيلعبك بيتفاع متقدم فأول مراحل بتخنق النجم الأهل بتخنق اللي حصل فيقول أنه ستاعدة علي بتخنق بالصف مثلا حدي مثلا مطش حرص الحدوب تا كافتر العشري كافتر العشري ما عندوش اللعيبة لتقدر طوال طول المباراة تلعب عندها جهد بدني أنها تلعب بتفاع متقدم هو عملها في الأول باع كاف شوت تاني لأ رجع عمل زون دفنس لما عمل زون دفنس ساب المساح حندي الأهلي أنه يشوت أنه يروح على الأطراف فلما في لارف الشوت التاني نزل مراوان محسن كمهاجمتين اللي بقى ليها منطق هي دي اللي عايزة تكلم فيها أن أنت مربما قدام الفرق اللي بتتلعبك بتفاع متقدم أنت عايز رأس الحرب بتاعك يبقى سريع ليه؟ عشان تبدأ تلعب له كرات تولية من وراء الدفاع وتستغيل أنه هو سريع سواء بالدريبلين بالكورة أو بيس من غير كورة أنت محتاجها مراوان ممكن ما عندوش البيس ما عندوش السرعة بدون كورة يعني أقل شوية مراوان قوي كتسديد طبعا هيدر مميز جدا جدا بيهد في الدفاع محطة لعب بس في المباريات اللي زي المقاولين والنجم الساحلي مش هتلاقيه ظاهر قوي لأن أسلوب لعبه مش مناسب للطريقة دي أن أنا بقدمك أنا بخليك قدام عشان طبعا مش تقدم أنت تتعدي من وراي من غير كورة إنما الفكرة أن أنا عايزك دايما تبقى بعيدة عن مطيق الجزائي عشان تحل دي في وجهة نظري الشخصية أشوف إن ربما يحتاج في مركز مهاجم الصريح يوظف مهاجم سريع وأكيد كل الأنظر هتبقى رايحة لأليوبادجي هتقدر تقيم أليوبادجي في الثالث داقة أربعة داقة أربعة داقة أليوبادجي؟ لا مستحيل طبعا ده لا مستحيل بس طبعا معظمة كومنتيكة لطيفة أوي الناس بتتكلم على الترئيس اللي هو حاول العمله هو واضح أنه عنده مهارة حتى حمل فيديوهات شوفنا أنه مهاجم عنده مهارة فردية بس طبعا مستحيل أن نحنا نقيم لعب من ثلاث داقة وحتى والله أدير ليس قصدي تقييم كامل لمسة يعني لمسة الكلام من دا فهم السرعة الكنترول على الكورة نعم بورسة أقول لك حاجة فوتورك طبعا هقول لك حاجة بس أنا أعرفك أنا بحب تنس الطاولة جدا وأنا بفريق الرواب بالنديل أهلي تبام كده؟ تنس الطاولة عندنا قعدة حلوة قوي تيجي شوف المنافس بتاعك إيه هي أنك بتشوف مسكيته للمضرب أول حاجة بتشوف مسكيته للمضرب ومنها أنت بيجي لك الإيحاء هو كويس أو مش كويس بسم الله الرحمن الرحيم أليو باجي طبعا عمل تيك أوف في كورة عمل فيها تيك أوف تيك أوف كويس جدا نحن بتتكلم على لاعب حوالي متر وتسعين سنتي لما هيجي يعمل تيك أوف ممكن يوصل لتنين متر وعشرة وممكن حتى لتنين متر وعشرين بياخد مساحة طوية هو كمان لعيب واضح لستريتش في جسمه بيقدر يعمله بشكل كويس فدي كلها مؤشرات لطيفة حلوة وفيديوهات طبعا شاهدناها لطيفة بس ثاني السؤال توظيفك مع فيلر هبعمل ازاي نقطة مهمة أنت ممكن تبقى كويس مع مدير فني وخلي بالك حتى اللي قرى شوية عن أليو باجي أنه هو أصلا فيلر كان بيلعب معه عبل كده وكان بيقدر بشكل كويس ولما فيلر ماشي وجي المدير الفني اللي بعده اختلفوا شوية ألا أكبر بكلم عن مهاجم السويسن أه على ليكي مهاجم فيه لعيبة ممكن تلعب مع مدير فني وبعد ما يمشي لأ فلما أقدرش أحدد على باجي فيلر بعمل ازاي مش على الفيديوهات لما أقدرش لازم أستنى شوف توظيفه بعمل ازاي تتوقع فيلر يوظفه سيدي أول طبعا فيلر جايب عشان رقم تسعة وحتى من كلام فيلر على نقطة أزارو أنه يعني ما بيقديش أو ما بيينفس الحاجات اللي هو بيبقى محتاجة وواضح أن فيلر كان بيدور على مهاجر رقم تسعة وواضح أنه برضو بيدور على مهاجم سليع أهم حاجة في باجي يا أمير أنه لعيب سليع بدون كرة جدا كل أرقام كل أرقام وكل مواقع الأحصاء كل أرقام بتاعته والريتنج بتاعه كله مميز أنه هو أن الراجل ده مميز في السرعة بدون كرة سرعته بالكرة بتنزل طويل طبعا لعيب هيدر كويس والليه مميز جدا لجابه بالكعب ده شوفنا في الجام بتاعته بس تاني عشان نحكم عليه بشكل واضح لازم ياخد كم ببرا لازم مثلا يلعب مطش أساسي وحتى كهرباء كهرباء النس ممكن نهرة تستنى هو كهرباء اللي فنش معايز الزماج بمستوى العالي لا لسه لين اللعب لسه داخل على فريق جديد مع عقلية جديدة لمدير الفني وبالتالي لنت تديل وقته عشان يظهر طيب من وجهة نظرك أبرز لعاب النادي لأهلي في مرات النجم أليو ديانج طبعا أليو ديانج بوس شوف أليو ديانج وأنا بحل الأداءه يعني سواء أونلاين أو في بعض القنامات يعني كنت قلت من أول مباراة لو تفتكر كان هو لعب في المطش العودة بتاع إطلع برا أيوة نزل بعض الدقاية أنا قلت ساعتها أليو ديانج أول ما حيلعب بالشكل ده وياخد مباراة فيلر بعد كده يفكر في اسم اللعب جنبي أليو ديانج أهم ميزة عنده ووركريت بتاعه عالي جدا يعني ووركريت عالي جدا أن أنت لعب تخطر وسطح لابنقيمها بدون كرة وإنت الكرة مش في رجليك بتعمل إيه؟ عندك أبشن من ثلاثة لابتتمشخ لابتهرر يعني بتجوغ بتجري بتمدي شوية أو بتجري قال يد يانج بيعمل حاجتين لا بيجري لا بيهرر وأدي مثلا بسيط كرة في الشهوط التاني في ديئة كانت أعتقد 79 أو 80 حجم النجمة السعالية حجمة مرتدة قال يد يانج عامل ببساطة شايف إن الكرة مش في حوزته ومش هياخدها رح عامل إيه؟ حول السباء السرعة اللي ما بينه وبين لاعب النجم السحلي لسباء بدني أول ما جيه جنبه رح حط الكتف في الكتف وبدأ يخليه يعني ينحرف يتطرف على طرف الملعب ما يخدش الملعب بشكل مستقيم يخد الملعب بشكل مستقيم ويبقى عند أليو ديانج في مشكلة لو عمل أي فاول يبقى فيها كارتحن ولدي فيها أزمة ولعيب زكي جدا فعمليه بدأ يخليه الطرفي الطرفي الطرف لغاية لما رح عند الخط عمل القوة البدنية اللي عمله وخلى القورة تطلع بلا فأنت بتتكلم على لعيب بصراحة في الوقت الحالي هو أساس ارتكاز النادي الآلي وبيأمن لك أي هجمات عكسية وعشان كده مثلا في ماتش الماولين النادي الآلي أكيد اتضر شوية بغياب أليو ديانج في نص الملعب بالغاية طبعا لما نزف الآخر في نهاية المبارة بس أنا بقى شوف طبعا أن أليو ديانج في ماتش نجم السحلي وبصراحة في ماتشات كتيرة الجميع اتفق أن هو نجم الفريق فيه هزي المبارة الأهلي بيفتقد رمضان صبحي طبعا بدون شك طبعا طبعا رمضان صبحي النجح في التعامل مستر فيلر في غياب رمضان صبحي رمضان الماتشات اللي فاتت جدا من جميع الجوانب جدا 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 وانا شايف الحتة دي نحمل شيخ اتظلم اتظلم جدا لأحمل الشيخ شوف فيلر واضح جدا من ساعة مجين نادي الأهلي عنده فكرة معينة بالنسبة للطرفين فايلر من المدرين الفنيين اللي بيحب الطرفين يبقوا مختلفين في أسلوب اللعبة بمعنين احنا ده بالتكلم أن الوينجر المهاجم بيقى فيه مميزات السرعة طبعا وفيه مهارة أكيد الوينجر السريع أكيد بتبقى أنت عامل حسابك أنك تحطه على فول باك بطيء مثلا يعني لو نفتكر الكابتن ياسر ريان الكابتن ياسر ريان حتى في طريق 4-4-2 كانت تتلاقيه هو أساس الهجوم أكتر من المهاجم اللي بيلعب قدامه لكابتن ياسر ريان بيهاجم بطريقة وسرعته بتخليها تفوق على أي حد وأي حد يحب طبعا من الشاب الصغير كان سرية جدا بسرعة أي حد من الشاب الصغير يحب يعرف مين هو الكابتن ياسر ريان يخش على يوتيوب ويجيب ملخص ماتش نادي الأهلي نادي الزمالك موسم 98 ماتش 2-1 كان سعيدة الكابتن إبراهيم وكابتن حسين كانوا في الأهلي وما جابه الهدفين وشوف الملخص ده وشوف الكابتن ياسر ريان سرعته وتعاملت زي فبالتالي أنا بشوف الفايلر من سعب ما جاء بيعمل حاجتين بيحط على طرف لعيب دريبلر سريع ولعيب سكلر لعيب مهاري فرمضان صبح واخد الجزء المهاري وحسين الشاحات ياخد الجزء السرعة أو أجيب أو أي أن كان لطرف التاني وبالتالي لما غزبنا عنه طبعا رمضان يعني ربنا يا شفيق كان كل فكره أنه يجيب لعيب سكلر أنا عايز أجيب لعيب مهاري مش هجيب لعيب أحطه زي التاني ويبدأ يلعب يشوف مثلا في النجم الساحلي وجدي كاشريدر لعيب سريع يبقى ما حطش معك لعيب سريع أحط عليك لعيب مهاري شفت مثلا لعيب بطيء يبقى أنقل أنقل وبدل عشان كده الناس سعب تستغرب ليه فيا بيقعد يقلب فيه اللي اتنين الوينجر هو بيشوف ببساطة هو بيقعد يحسب مش بيحسب بس أداء اللعيب بتاعي لا بيشوف أداء المنافس لو لا أن الفول باك وقع طب غاية ولعب انت عليه وقدي مثلا بسيط جدا في ماتش طنطة في ماتش طنطة أحمد الشيخ كان في بعض الكرات كان بيأخل هجمة شوية فيها أحد أهداف الناد الأهلي أحمد الشيخ لما لف بلعي حطه في سيتوائشن واحد على واحد ولف بمدافع وعمل الكرس هو ده اللي فياد عايزه ببساطة فيه لا فيه كرات يا أمير مفيش لعيب هيعدي منها غير لكم مهاري واحد على واحد ونفتكر مثلا رمضان صبحي أيام مارتينيول رمضان صبحي يتحط في موقف واحد على واحد على الخط شكرا انت الموضوع لنساعتها برضو رمضان خلي بالك كمرونة جسدية كان خفيف من زياد الوقت لأن طبعا تدريبات انجلترا انجلترا بتمني عضلاتك أكثر بتزود عضلاتك فبالتالي باخد من المرونة الجسدية بس برضو يبقى رمضان عنده بعض المهارة الفردية شوفناها طبعا مع المنتخب الأولمبي في التصفيات وبالتالي بشوف ان احمد الشيخ مأدي دور البديل رمضان صبحي بشكل جيد بشكل جيد اه طبعا اصلا في انتقالات كتير جدا مانا نسا بقولك هو مظلوم محنتكلم على مثلا مطش النجم الساحلي يا جماعة طبعا لات يا جماعة نبص برضو على احمد الشيخ عمل ايه في الهدف لا ده احمد الشيخ فتح سبرينت وهو وينجر لنص الملعب وخلي بالك أنا عنده تعليمات ان يلعب بلاي ميكر كان بينزج كتير جدا لمركز عشر وهو قطع الكورة ورقص ترقستين طبعا بعد ما قطع الكورة طب حصل هنا سؤالي لو فيه لعيب تاني للاحمد الشيخ في الموقف ده هل تدمن ان المراوغة تبقى نكحة لا لا منشو فبالتالي احمد الشيخ الدور اللي عمله له في دهوله في المحاضرات عمل جزء بي منه ما فيش لعيب بيه ياخد عشر من عشر فيش لعيب في العالم ياخد تقييم عشر من عشر إلا ميسي إلا كريستيانو إلا أرنالد الظاهرة دول الناس دي آه نزي استثنائية إنما أحمد الشيخ مسأل في الدور ده عمله بشكل جيد لكن يا عيب يا أحمد الشيخ إيه لما يوفع كورة كتير ودي مسأل برضو ماتش المقاوليين فشوته التانية المقاوليين بيضغط شنجيب هدف التعادل قبل الهدف التالي قبل الضارة الربيعة الكورة تردت الهجم مرتد النادي الأهلي واللي يلاحظ طبعا بيحل أداء النادي من بات الموسم نادي الأهلي وأسرع نادي في مصر بيعمل هجم مرتد أول ما الكورة بتتخطف في المنطقة دي بتلاقي أربع لعيبة بيفتحوا سبرينتات أحمد الشيخ كان عنده الكورة كمين فتح له سبرينت مجدي أفشن فتح سبرينت سريع جدا والنادي الأهلي كان رايح في موقف 3 على 2 بس كتطلب حاجة واحدة إن أحمد الشيخ أطعت تباصي أطعت تباصي أحمد الشيخ وقف لما وقف لعيب المقاولين بدأ ضغط عليه وممكن كمان تشوفوها في الملخصة المرش فالعيب المقاولين ضغط عليه خلص الهجمة ماتت هي الهجمة دي لحظة هذه النقطة اللي أحمد الشيخ ممكن طبعا من بعض الفيديوهات ممكن تقطع له ويشوفها وإن شاء الله يحسن الأخطاء دي لكن هو الغياد دلوقتي ماشي بشكل مقبول وعشان كده صعب جدا على الفايلر إن هو يخرجه من أي تشكيل أساسي طيب بداية الفايلر مع النادي الأهلي إشهادات كانت كبيرة جدا بي طبعا الكم ماتش اللي فاتوا الكلام ابتدى يتغير نسبيا عايز أخذ يعني تقييمك لمستر فايلر والفارق ما بين الأهلي محليين وإفركاء من وجهة نظرك نعم شوف طبعا طبعا كامل لاحترام لكل وجهة النظر وجمهور طبعا طبعا وجهة نظر سواء بالنقط أو بالرسال هو حار يعني بتشيد بحد عايز تنتقده انت حار طبعا طبعا ولكن احنا لازم نتكلم برضو كلام موضوعي ودي مسأل بسيط النادي الأهلي مع في الدوري احنا شوفنا البداية مع الدوري ومحليا يعني مكناش لسه دخلنا في المشوار الأفريقي فلو تشوف الفرق بتعامل مع النادي الأهلي في بداية الموسم عادي تكمل الموسم اللي فات اه اوكي النادي الأهلي اسم كبير بس مش هنقفل هنلعب ماتش مفتوح والمسأل على كده ماتش انتاج الحربي كابتن مختار لعب ماتش مفتوح النادي الأهلي ساعتها والفكر بتاع الفايا بدأ يتسرب للعيبة بدأ يمشي كشكل جيد وصلوا بالقمة النادي الحربي بيخسر من نادي الأهلي أصف نتيجة أنا عمر ما شفتها في حياتي بعد المباراة دي كل أندية مصر المحلي دق الجرس لا 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 ستوب خلي بالك لا لازم بقى نعمل حساباتنا ونغير فكرنا طبعا نعمل ايه زون ديفينس ما تفتحش مع النادي الأهلي هتفتح هنتضرب بسرعات فبالتالي بدأت الفرق تغير من الفكر بتاعها وبدأنا نلاحظ النادي الأهلي كان بيخلص المباراة في الشروط الأول بدأ يتأخر لحد المالي دقاية والشروط التاني وشفناها طبعا المسألة الأكبر الكابتال العشري وما أحلى من الكابتال العشري مجيدي الكريم على الزون ديفينس في الجانب الدفاعي طبعا فبالتالي فايا طبيعي جدا جدا يا جماعة أن يحصل بعض التغير في الشكل اللي قدامك لكن ما تقدرش تقول أن نادي الأهلي أو العب نادي الأهلي بقى مستوى موحش لا لا ما أنت ما تلعبش نفسك وفي نفس الوقت ما تخلي بالك الفريق لما بينزل قدام نادي محقق انتصارات متتالية وممكن يكتب له أن هو أول فريق وقف السلسين الانتصارات دي بيبقى دافع قوي جدا الدوافعة مهمة فبالتالي النادي الأهلي بدأ فايلير بدأ حد ما يغير من الشكل لكن التغيير ده مش هيتم مرة واحدة ده محل طيب نروح أفريقيا بقى لأ هنا هنستوب نقطة مهمة بقى في أفريقيا إحنا بقى لنا كذا سنة يا أمير بنلعب بدون جماهير تمام كده ولازم نستعرف أن جزء الجماهير في الملعب ده له تأثير معناوي ونفسي عند اللعيبة اللعيبة نفسها بتحسهاش مثلا نادي الأهلي وأنديب مصر عبر التاريخ لما كنا دايما نوصل لي ماتش فينال في بطولة قرية كنا كده خلص موضوع متاهي إحنا كسبنا سواء أهلي زمالك مقاولين كلها عندنا في مصر كان بتوصل للفاينال تكسب لكن إحنا من 2015 لما نيجي نبوسكيا ونحلل هنلاقي فيه هنا رقم جديد أزمة نادي الزمالك لعب فينال فيه 15 خسر نادي الأهلي لعب في الزوارة بعد 16-17 قدام التراجي وقدام الوداد خسرنا نادي الأهلي كمان الهزيمة بتاعة سانداونز ماتشوات الساعة 3 العصر عندنا فيها أزمة لأ يبقى نبدأ نحلل الفني لأ مش هنحلل الفني استنى بقى فني للوقت لأ عايزين نحلل الأول الأمور السلق أبل المباراة يبقى حين كده عندنا مشكلة هل إحنا لما بنلاعب مباراة جماهرية خارجية يبقى عندنا أزمة عشانشو متعودين يعني نخلي بقى لك في مصر لما ندر أهلي يروح اسمعالية ويقعد تحت ضغط جمهور السياق ما تيجل مطش بس تاخد خبرة اللعيب نفسه بيلعب تحت ضغط وبيستحمل لما تروح مثلا المحلة تروح اسكندرية كل مباراة دي بتديك خبرة في التعامل تحت الضغط الجماهيري بالمعنى أننا النهاردة روح تلعب تلمتش أنا مستعد ولو تذكر مثل ما أنا الجزيزي كان بيامل حركة حلوة قوي أول ما يروح لمتش وعارف إن فيه جمهور كتير وفيه ضغط اشتركوا في القناة 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 ده مستعده ومشو استعده. بدلل لو لعيب عندك النهاردة أصلا عنده إصابة وخايف. زي مسلا ساعة سامين لما رجع من الإصابة. كان هو وضح في أداوة. وده طبيعي. شعور طبيعي. بقالي فترة. أنا خايف كمان. يعني بس اهو أنا إيديا متجبس أو يعني ايه فردها كده بشكل معين بقالي فترة. ان شاء الله يعني بعد ما الدكتور يقول لي تعاني بيدك عادي. هبقى الآن. لما هي حد هي جنبي. ده طبيعي. ده شعور إنساني طبيعي. فبالتالي لازم إحنا وإحنا بنتعامل مع الناد الأهل. مع مباراة أفريقية. لازم الإعداد يختلف. وتاني هو أنا بقررها وبعيد فيها. أول ما نسمع. ان المنافس اختار الساعة ثلاثة. لازم قابليها مش أقل من عشر تيام أو أسبوعين. يبقى انت بتعد للمباراة دي. شوف حتى لو عندك ماتشات خلالها. الساعة خمسة. لا. لا معلش يا جماعة. هندوسها على نفسنا لفترة دي. عشان لما ييجي معاه الماتش الساعة ثلاثة. تبقى انت جاهز بالضبط كده. الهلال بقى يا كريم. نعم. الماتش الأهم لنادي الأهلي هذا الموسم بالتحديد في هذه المرحلة. بتشوف الماتش ده ازاي. وايه المطلوب من النادي الأهلي في مباراة صعبة وأجواءها يعني واضح انها مشحونة من بعض. نعم. رأيك. طبعا هو نتيجة الهلال مع بلاتيني. هم قدروا طبعا الفريق مكتهد جدا على فريق مكتهد جدا مع مدير فني قدير زي الكابتن حمودة صدق. مدير فني رائع. لما لعب بيهم في فرادس كسب النجم الساحالي. اه تغلب في العودة بس الفرقة برضو يعني عمل منها شكل. خلي بالك بصراحة الهلال. قدام من الأهلي هنا كان شكل وسائي جدا. كان شكل وسائي جدا وكنا ممكن نكسب بسكور اكبر من كده حتى احنا لمنى على اللعيبة الهدف المتأخر اللي جي في الآخر. لكن الحمده لا يعني قدر الله ما شاء الله فعل. النادي الهلال اكيد فريق كويس. بيلعب كرة ممتازة وبيلعب كرة حلوة. وعندهم لعب مهاريك كويسين شوفناها في الكرة في هدف اللاتيني متلعب بشكل مميز جدا. الكرة الطولية والسرعة شوفناها حلو قوي. ملعبهم طبعا ملاعب السودان لحد ما بيبقى فيها بعض المشاكل في الارض وكل شيء. وطبعا الشحن الجماعيري بس. والحضور الجماعيري طبعا. طبعا. لكن احنا نبقى واضحين جدا. مطش ان شاء الله لنادي الاهل داخله. بنيهة الفوس. فيلر محتاج على الجزء بتاعه النفسي والادي البدن. وبيفكر بشكل مختلف عن الدور المحل. لا. احنا في افراقيا بنلعب بدني. بدني. قوة. فانت اللعيبة نفسها لازم تفهم. وانت داخل على كرة ثونائية. ما تخشش كأنك داخل في مصر. كان فريق بيقدر يضغطك نص ساعة حتى اربعة. ما يقدرش. لكن الهلال يقدر ضغطك. وانا متأكد الهلال ما هيبص على مطش النجم الساحلي. حيلعبونا بتفاع. متقدم. ففايدر كل ده محتاج يفكر فيه. على الجانب بقى اللي انت بتتكنم عليه الشحن وهذه الامور. قرار سفر كابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثة من اجمل من اجمل قرارات والمسئولية اللي انا سمعتها فيه. هيبه مهمة فعلا لو سافر. جدا 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 ليه? واحد هيفاو اللعيبة. خلاص رئيس النادي مسافر معنا هو رئيس البعثة. طبعا. فلو سمحته بقى نلتزم بالجدول المحطوط. لو الجدول محطوط ننام الساعة ساعة بالليل. لا لو سمحته نمسى ساعة بالليل. اتمنى اتمنى رجاء شخصي اتمنى يعني. طبعا في السفريات الخارجية موضوع التعامل مع السوشيال ميديا والموبايلات والتابلت والحاجات دي كلها تبقى ممنوعة قبل المطش يمكن بيوم كمان. اش اقول لك حتى بنص يوم. لا بيوم كمان. ما فيش مشكلة لما نستغنى للحاجات دي. يوم بس عادي. مدينة مش يحصل فيها شيء. بس احافظ على تركيزي بان انا انا بدري. قمت بدري حتى لو قمت مسلا على الفجر وصلينا الفجر وبعد كده كملت يومي. فالدنيا بتبقى كويسة. واستعد بالشكل كمان لامعاد التدريبات وامعاد الاكل بشكل معين. كل حاجات الاعدادات دي امير. حاجات صغيرة. لكن هاي دي بتفرق في الاخر. في فريق بينزلك بيبقى مستعدة جدا. ما عندوش مهارات. بس عمل حاجات دي كلها بشكل احسن منك. صح. فتلاقيه افضل منك. انت عندك مهارة. بس انت مش هتوقف. طيب ماشي. انت بتاع فترقص. اوكي. هسيبك ربع ساعة فترقص. واكسبك في اخر نصف ساعة. فهي الفكرة ان احنا مش عايزين دايما في افريقيا بيحولون للمشيطة بدنية بنخسارها. ووضيف عليها طبعا حيث لانتالي بتاع العامل الجمهور. فبالتالي ان شاء الله اعتقد ان اهمية المباراة والوضع لفايلر واللعيبة شايفين في الفريق في دوء ابطال هيخلونا اللعب ماشي كويس. الشكل الخططي والتيكتيكي الافضل للميستر فيلر في هدي المباراة من وجهة نظرك. ممكن يكون ايه والتشكيل اللي انت برضو تتوقع ان يكون اقرب بالنسبة لدي اهلي في هدي المباراة او انسب للاهلي في هدي المباراة. هو طبعا ما انتكدش ما يبقى عند ميستر فيلر اي تحركات فيه التشكيل في المباراة دي عن مباراة النجم الساحلي. بصراحة. اليوباتجي. بدنيا وزهنيا ودنيا تمام. لو جاهز يلعب. يلعب من الاول. هتكسب في منه حكة الاوي. بصراحة. حاول ان انت ما تضيعش وقت. يعني مثل طبعا الهلال هو ما عندوش حل غير ان هو يكسب. الهلال عندو فرصة واحدة. عندك فرصتين. ايه عندك فرصتين. اللي عندو فرصتين عندو عيب واحد. انك ممكن توقع تفكر كتير. اللي عندو فرصة واحدة انت ممكن تشوفها معندكش غيرها بس بتتعابل اميزة. هي اني مش هلع مش هفكر غير غير فيه. ان انا هكسب. فاننا عايزين نغيرها. لا. احنا برضو. ما عايزين نشغل الفرصة واحدة. عايزين نكسب. احنا رايحين نكسب. فبالتالي لا امش هستناك. تضغطني. وابدأ اسيق. لا لا لا. الماضش ده. عايز ان نحمي البداية. انت بتطلع اقصى معندك. وانا بتطلع اقصى مع عندي. وانا حاول اعرفك. انا مش معنا بلعب في ملعبك. ان انا النهاردة جاي اخد اقل المكاسب. لا لا لا. انا جاي اكسب و جاي لعب على الصدارة. جات. يبقى الحمد و راح قاتل الهدف. قلتلي انه هم هلعبوا دفاع متقدم. في وجهة نظر الهلال. الحل مع الاسلوب ده يا باقي. اترى. 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 اترى 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 اخترك من العمق. اخترك من العمق بطريقة واحدة بس. انك فعلا انت تبقى حاطف مهاجم. تسعى سريع. وبتلعب له الكرة اللي من ورا. المساكينو. طريقة بصل الصلاح. لنفتكر. لما كان معزل كوبر. الناس كابت انتقده. و الناس كان بعمل حاجة حلوة. كابت استريتش الملعب. اي فريق لعبك بدفاع متقدم. حط له الجناحين على الخط. تبدأ تتعبه. لان الدفاع غصبا عنه. هيبدأ يفتح. مش هسيبك انت واقف على الخط. وانا واقف ضهم لجوه. فانت هتاخد المساحة دي. فانا هتطر كمان ارحل معك. كل اي دفاع متقدم ضربه بحاجة واحدة. الكرات الطولية واعمل استريتش الملعب بس. لازم السلاسي الامامي. الوينجر اليمين. ورأس الحربة. والوينجر الشمال. يمتازه بالسرعة. سواء بكورة او بدون كورة. اسماء التشكيل من وجهة نظرك سريعا. هو نفس التشكيل للنجم السلاحيلي. بس انا انا هشير مراوان. وهحط. وهشير. وهاشير. وهاشير طبعا بداية طبعا. 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 بس كده. لكن بخطوط البعية. زي ما هي. زي ما هي. نتمنى كل التوفيق لنادي الاهلي في هذه المورات بكل تأكيد. يا كريم انا بشكرك شكرا انجازينا نورتنا وشرفتنا. مسي جدا امين كنت سعيدة موجود معاك وقتنا كنت تضيف خفيف على جمهور الناجل العالم. اكيد نورتنا وشرفتنا. شكرا. استاذ كريم سعيدة الناقض الرياضي الكبير ورئيس تحرير موقع يلا كرة قدفنا العزيزة في حلقة اليوم. وتكلمنا باستفادة في مشوار النادي الاهلي الافريكي وكمان المحلي. وبالتحديد مشوار الافريكي عندها الاهم بصراحة في الفترة جاية. نتمنى كل التوفيق لنادي الاهلي في مورات الهلال اليوم السبت القادم. وحنفضل متواصلين معاكم على مدار حلقات كلام في الميديا على مدار الايام القليلة القادمة حتى موعد مورات الهلال. وان شاء الله يكون خير. هو يوم سعيد يوم سبت القادم الجاي على فريق النادي الاهلي. دي حلقتنا في الميديا النهاردة بكرة حلقة بديدة هامة جدا مليئة بالاخبار الهامة عن نادي الاهلي استنونا. الى اللقاء.